بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثي في هذا اليوم من فضاء الشهر شعبان نعم أحبتي شهر شعبان هو الشهر الثامن من شهور السنة الهجرية حيث يأتي بعد رجب وقبل رمضان وقد قيل أنه سمي شهر شعبان بهذا الإسم لأن العرب كانوا يتجاعبون فيه بالأرض أي ينتشرون فيها بحثا عن الماء وقد فضل الله تعالى بعض الأزمنة وميزها على غيرها بالعديد من الخصائص وشهر شعبان من تلك الأزمنة التي فضلها الله تعالى كما في الحديث المتقدم أنه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم يعني هذا كان قال أوسامة بن زيد قلت يا رسول الله لما أرك تصوم شهر من الشهور ما تصوم من شعبان لم أرك تصوم شهر من الشهور ما تصوم من شعبان فكان هذا الرد للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان لأنه قال له شهر ترفع فيه الأعمال يعني هذا شهر ديال الشعبان قد ترفع فيه الأعمال ديالبني آدم إلى رب العالمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع أعمله في هذا الشهر وهو صائم وقد يكون سبب في رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أن ترفع أعماله إلى الله تعالى وهو صائم إلى أن الصوم مناء الصبر وقد قال الله سبحانه وتعالى في ذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صورة الزمر ومن المعلوم أن رفع الأعمال لا يقتصر عن شهر شعبان وإنما هناك أربع صور لرفع الأعمال وهي الرفع اليومي والرفع الأسبوعي والرفع السنوي والرفع الختامي وقد بينها ابن القيم رحمه الله تعالى فقال فإن عمل العام يرفع فيه شعبان كما أخبر به الصادق المصدوق أن ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ويعرض كذلك عمل أسبوع في يوم الاثنين والخميس وعمل يوم يرفع في آخر اليوم قبل الليل وعمل الليل في آخره قبل النهار فهذا الرفع في اليوم والليلة أخص من الرفع العام وإذا قضى الأجل رفع عمل العمر كله وطويت صحيفة العمل وفائدة هذا التقسيم السابق لرفع الأعمال أن يجهد أكثر في هذه الأوقات أن نجهد أكثر في هذه الأوقات ونملأها بالطاعات كي يرفع عملنا ونحن في صيام أو نحن في ذكر أو نحن في استغفار أو ما إلى ذلك من القربات دي الله سبحانه وتعالى ويعتبر شهر شعبان كالمقدم لشهر رمضان فحسن أن يكون فيه شيء مما يكون في شهر رمضان من صيام ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان وفي مسند أحمد والنساء وغيرهما والنساء وغيرهما وصححه الألباني أن عائشة رضي الله عنها تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان وقال ابن رجب يعني صيامه كالتمرين على صيام رمضان لألا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفه بل قد تمرن على الصيام واعتاده ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط فلما كان شعبان كلمقدمة لرمضان شرع فيهما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترتاد النفوس بذلك على طاعة الرحمن ولنا مع شهر شعبان ثلاث وقفات الوقفة الأولى هي فضيلة شهر شعبان الكريم لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر ولا يترك من صيام من صيام أيامه إلا القليل والنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا فما خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر بمزيد من العبادة إلا أنه عنده مكان خاص هذا الشهر من بين الشهور وكان كذلك بمثابة التوطئة لدخول شهر رمضان والاستعداد لشهر الفريدة لهو رمضان فصوم شعبان مفضل مرغوب فيه مضاعف أجره كذلك الوقفة الثانية أن شهر شعبان هو شهر السقي وهذه مقولة هامة وهي لأحد سلفنا الصالح وهو أبو بكر البلخي رحمه الله حيث قال رجب شهر الزرع وشعبان شهر السقي للزرع ورمضان شهر حساد الزرع فكيف لمن لم يزرع ولم يسقي زرعه أن يحصد وأن ينتج وهل هو كمن زرع وسقى وانشغل وهتم فلا يستوي هذا وذاك ولا يستوي من جاهد نفسه وعلى تهمته وقوية إرادته ومن بلغت به الدنيا مبلغت به والضياع إذن الوقفة الثالثة كذلك عن شهر شعبان المفضل هو أننا يجب علينا أن ندخل لشعبان بالتطهير لأن حاجتنا إلى التطهير حاجة مهمة جدا وأعني بالتطهير هي التوبة النصوح فهي هدية من الله عز وجل إلينا أن نتوب فيمحو الله عننا ما مضى يغفر الزلات ويقيل العثارات ويضاعف الأجور والحسنات عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 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 إننا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة يعني من الاستغفار أو يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حاله مع التوبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو من هو هو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب في المجلس الواحد مئة مرة وما هذا إلا ليلفت أنظارنا إلى منزلة التوبة وأهميتها وحاجتنا إليها بهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فمهما حدث من أخطاء فربنا كبير يحب عبده التائب ويفرح به ويغفر له فنحن بحاجة إلى أن ندخل رمضان ونحن على طهارة تامة من أولي الذنوب ولن يكون هذا إلا بالتوبة النصوح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر وأن يبلغنا رمضان ونحن في أحسن حال أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين